موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان صباحكم سعيد وأهلا بكم إلى عدد جديد من فقات بيعون الرابعة والتي نأخذكم من خلالها في جولة نستعرض فيها أبرز ما جاء في الجرائد والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية لنهار اليوم البداية مشاهدين من موقع البلدنات الذي نشر خبر تلقي الرئيس تبون تهاني العيد من نظيره الإيراني إبراهيم الرئيس أمس الجمعة عبر مكالمة هاتفية هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأطحى المبارك وأعرب الرئيس تبون عن شكره لهذا التواصل الأخوي متقدما بتهانيه للرئيس والشعب الإيراني واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع لجنة العليا المشتركة بين البلدين مجلس الأمة الجزائر تولي أهمية قصوى لمسألة التغير المناخي الطاقة النظيفة أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة عنوان مقال نشرة في الصفحة الرابعة من جريدة المساء وورد فيه عبر مكتب مجلس الأمة أمس عن مشاطرته برلمانات العالم قلقها إزاء التظاهر البيئي العالمي مجددا تأكيده على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي وجاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانات الذي يتزامن وذكر تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي الموافق لثلاثين جواء الف وثمانمائة وتسعة وثمان باقي تفاصيل مشاهدين تقرؤونها في المقال الجزائر تحذر من إطارة الكراهية واستفزاز مشاعر المسلمين عنوان مقال نشرة في الصفحة الخامسة من جريدة الشعب وكتب محرره أذانة الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوك هولم بعد الترخيص لهم من قبل السلطات بتنظيم مظاهرات لارتكاب الفعل الشنيع وغير المسؤول حسب بيان الوزارة الخارجية الجزائرية وذكر البيان أن الجزائر تؤكد رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي وتشدد على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والإساءة البارغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني الإنسانية وتقرأون في مقع النهار أونلاين مقالا بعنوان نجح في إطلاق ساروخ بمسابقة أمريكية الطالب الجزائريون يعودون إلى الوطن وكتب محرر وعد طالبة الجزائريون المتفوقون في نهائيات المسابقة العالمية سبيسبور أمريكا كابا 2023 بنيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض الوطن وأنجح طالبة من المنظرسة الوطنية المتعددة تقنيات بوهران في إطلاق ساروخ جزائري مئة بالمئة من صناعتهم يحمل اسم أتاكور على مسافة ثلاثة كيلومترات هذا وعرفت المسابقة مشاركة مئة وخمسين فريقا من أربع وثلاثين دولة واعتم تنظيمها من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين جوان المنصر وفي جولتنا الدولية مشاهدين تطالعون في موقع سكاي نيوز عربية مقالا بعنوان الاعتقالات في تزايد فرنسا تحاول كبح جماح الاحتجاجات ونقل إعلان الداخلية الفرنسية عن توقيف تسعمائة وأربعة وتسعين شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغف البلاد في مقال وزير الداخلية الفرنسي جيغا دارمانوين مئتين وسبعين شخصا اعتقلوا ليلة الجمعة وشملت اعتقالات الجمعة ثمانين شخصا في مرسيليا ثاني كبرى المدن الفرنسية وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ قال دامانا بكل بساطة نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية ونختم بهذا الخبر الذي نشر في موقع العربية نت موجة حر شديدة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن الولايات المتحدة تأثرت بتهدهور جودة الهواء جراء حرق الغابات في كندا المجاورة وفي تفاصيل الخبر مشاهدين ناتو في 13 شخصا على الأقل بسبب موجة حر تضرب منذ أسبوعين الولايات المتحدة التي تأثرت أيضا بتضهور جودة الهواء جراء حرق الغابات في كندا المجاورة وتضرب موجة حر شديدة جنوب الولايات المتحدة خصوصا تكساس والويزيانا مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثير 40 درجة مئوية وهو معدن لا يستبعد خبراء أن يكون الاحتباس الحراري أحد أسبابه وقال متحدث باسم مقاطعة وي في ولاية تكساس لوكالة فرانس بخاس الجمعة إن 11 شخصا من سكان مقاطعتنا توفوا بسبب الحرارة إذن مشاهدنا بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا في فقرة بيعين الرابعة نلقاكم في عدد جديد غدا بحليلة اشتركوا في القناة